بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على الاحتمالات اللي هي الـ propalities ايه هو الاحتمال عدد مرات حدوث حدث على حالات كلية كافة على نون يعني لما يقول احتمال مثلا ان فريق يكسب فريق 90% يعني 90 على 100 يعني من كل 100 مباراة بيكسب 90 الاحتمال ده اللي حيطلع لازم يتراوح ما بين الصفر والواحد الصحيح ممكن يساوي صفر اه يبقى اسمه مستحيل ممكن يساوي واحد يبقى اه يبقى اسمه مؤكد او ما بينهم قبل الصفر غلط لان ما فيش احتمال بالسالب او بالنجاتيف بعد الوان غلط بعد الواحد غلط لان ما فيش احتمال اكبر من 100% قادة الاحداث المكملة او الكمبيل منت رول دي حالف زائد حالف مكمل ألف بيساوي واحد احتمال النجاح زائد احتمال الفشل واحد احتمال الحياة زائد احتمال الوفاة واحد صحيح يعني لو حبيت ادي لك احتمال النجاح 90% يبقى احتمال الفشل 10% جاء عملت ايه طرحت واحد نقص 90% احتمال التقاطع اللي هو الانترسيكشن بروبيليتي اللي هو و لما يجي معايا حرف و يبقى حالف حالف بيه بس اخد بالك احنا في مسائلنا بتاعت الجداول اللي هناخدها مش هنضرب وهقول لك ليه مال هنجيبها ازاي هنعمل انترسيكشن ما بين حدسين واحد ماشي بالعرض واحد بالطول نشوف عمله انترسيكت في ايه احتمال الاتحاد يونيون بروبيليتي اللي هو حرف اليو حالف او بي حالف زائد حالبي ناقص حالف و بي يعني بتطرح منهم الجزء المشترك دولي هو انت بتطرح جزء مشترك ليه مع ان الاتحاد معناه ناخد كل حاجة لان الجزء ده اتكرر مرتين اتكرر مع احتمال الحدس الف وتكرر مع بيه فعشان كده لازم اشيله مرة عشان يبقى مرة واحد ما هو الاتحاد معناه اخد كل حاجة بس من غير ما اكرر حاجة الاحتمال الشرطي اللي هو الكونديشن البروبيليتي اللي هو الشرطة الميلة ده قانون بتاعه وحاها الف شرطة ب الانترسيكشن او التقاطع ما بين الف و ب على ب به ده مين اللي هو المعلوم طب لوحuğه ب شرطة الف يبقى حاها الف تقاطع ب على الف ليه بقى على الف لان المعلوم هنا ألف. أصل اللي قبل الشرطة هو المجهول هو اللي بسأل عليه واللي بعد الشرطة هو المعلوم اللي أنا بعلمك به إمتى بستخدم احتمال شرطي لما يكون هناك حدثين واحد مجهول بسأل عليه واحد معلوم أنا مدهولك مثال عندي 1200 طالب وطالبة في ناس تخصصوا محاسبة وناس اتخصصوا إدارة بيزنس وناس اتخصصوا إحصى وكانت بياناتهم كاناتي عندي طالبة ربعمية وعشرين مجموحهم طالبات سبعمية وتمانين المحاسبة خمسمية الإدارة ربعمية الإحصى تلتمية كده أو كده لازم يطلع نفس الرقم طلع 1200 على فكرة أنا ممكن مدلكش المجميع ده أنت اللي تجمع فاش حاجة خالص نجمع بالعرض وبالطول عشان نجمع كده أو كده لازم يديني في الآخر نفس الرقم عاوزين نتفع على اتفاقين قبل ما نبدأ نحل أولا أن المقام في هذه المسألة دائما هيبقى 1200 البسط هنجاوب عليه من الأرقام اللي بره اللي بره الجدول اللي هي الخمسمية والربعمية والتلتمية وهنا ربعمية وعشرين سبعمية وتمين مش هخش جوه الجدول أبدا إلا في حالة واحدة فقط في التقاطعة التقاطع الوحيد اللي هييجي من جوه الجدول هييجي إزاي مش بالضرب برضو لا واحد ماشي بالعرض واحد بالطول عمله تقاطع أو انترسيكت فيه يلا احتمال طالب الطالبة هنا شوف من بره الجدول هو ربعمية وعشرين على الإجمالي 1200 يطلع 35 من مية يعني 35 في المية يبقى إذا أنا عندي طلبة وطالبات ناس تخصصوا محاسبة وناس إدارة وناس إحصى احتمالي أن أنا أحصل على طالب 35 في المية طب احتمال محاسبة إنهما يتخصصوا محاسبة تعالى المحاسبة بالطولة هو تاخد بطولة لأيهم كام من بره الجدول 500 على 1200 ده رقم سابت مش هكلم معاك ومش هقد رأيك فيه يطلع 42 من مية يعني اللي تخصصوا محاسبة 42 في المية المطلوب الثالث طالبة أو إدارة الطالبات 780 وبرضو على 1200 من بر الجدول أو يبقى زائد الإدارة من بر الجدول 400 على 1200 ما باخدش رأيك فيها ناقص ال انترسيكشن أو التقاطع ما بين الطالبات والقسم الإدارة واحد ماشي بالعرض 780 والربعمية بالطول تقطعوا في إيه؟ فتقطعوا في التلتمية عشان كده لازم نطرحها يطلع 880 على 1200 73 من مية تقول لي هو أنت ليه طرحت التلتمية؟ لأن التلتمية تعدت مرتين مرة مع 780 وأنا بحس بعدد الطالبات مرة مع الربعمية وأنا بحس بتخصص الإدارة عشان كده لازم تطرح مرة لكي تبقى مرة واحد مرة مطلوب الرابح إدارة أو إحصى الإدارة من بر الجدول حلقيها 400 على 1200 أو يبقى زائد الإحصى من بر الجدول 300 على 1200 ناقص الإدارة والإحصى عمرها ما هتحصل مع بعض لأن هما 2-paraline خطين متوازيين لازم عشان يبقى فيه تقاطع يبقى واحد بالعرض وواحد بالطول تقاطعه فيه عشان كده بكتب صفر أو ما تكتبش خالص هيطلع 700 على 1200 يطلع 58 طالبة ومحاسبة المطلوب الخامس خد بالك بقى و و يعني هجيب تقاطع تقول لي اضرب لا مش هضرب شوف الطالبة بالعرض والمحاسبة بالطول شوف تقاطعه في ايه من جوه الجدول هتلاقيهم 300 على 1200 يعني 25% طب محاسبة وإحصى هتلاقي المحاسبة بالطول والإحصى بالطول عمرهم ما هيتقاطعه عشان كده هنكتب صفر محدش اكتب فاي نكتب صفر في الاحتمالات في صفر حدث مستحيل فعلا هو مستحيل لأن المحاسبة والإحصى زي واحد هيتخصص محاسبة وإحصى في نفس الوقت وبعدين شفت بقى هنا رد على سؤالك ليه أنا في الوا ما بضربش لما يكون عندي جدول زي كده لأننا لو ضربت كده هتمشي في الخطوة في المطلوب الخامس ماشي ونيجي في المطلوب السادس تيجي تضرب تجيب المحاسبة وتجيب الإحصى وتضربهم في بعض ويطلع لك نتيجة بالرغم أن ما فيش تقاطع بينهم أصلا عشان كده لازم نكتب صفر ليه بترجع بقى الأحداث مستقلة ولا غير مستقلة مول تاني ما لكش دعوة به طالب إذا علمت أنه تخصص إحصى تعالى ناخد الطالب وإحصى مع بعض فوق ما هو الحدث المجهول والمعلومة هو لكن تحت هناخد المعلوم بس فين المعلوم اللي هو بعد إذا علمت طيب ده قانون الكونديشنل أو الاحتمال الشرط طالما فيه حدث مجهول وحدث معلوم طالب وإحصى ناخدها من جوة الجدول مية وعشرين على ألف ومتين في المقام هناخد الإحصى بس من برى الجدول تلتمية على ألف ومتين نشطب ألف ومتين مع ألف ومتين يبقى في مية وعشرين على تلتمية يبقى أربعة من مية أربعة من عشر ازبط إدارة إذا علمت أنها طالبة برضو هنا احتمال شرط تعال ناخد التقاطع بين الإدارة والطالبة فوق وتحت ناخد الطالبة فقط إدارة وطالبة تقاطع الإدارة مع الطالبة تلتمية على ألف ومتين على الطالبة فقط سبعمية وتمانين على ألف ومتين رسطب ألف ومتين مع ألف ومتين يتبقى تلتمية على سبعمية وتمانين يبقى ثمانية وتلاتين من مية يلا نشوف مثال تاني تم عمل بحث عن مدى قراءة للصحف اليومية وتم أخذ عينة من ألف شخص فكانت النتائج نعم يقرأ ولا لا يقرأ ذكور وإيناس رحتنا مجمع بالعرض وبالطول كده تمنمية كده متين مجموحهم ألف كده خمسمية وخمسين كده ربعمية وخمسين مجموحهم ألف لازم على طول لازم نجمع بالعرض وبالطول أول حاجة ولازم الرقم ده الألف ده مهم جدا لأن ده المقام بتاعي طول ما أنا بتكلم في المسألة احتمال أن يكون من الزكور تعالى الزكور نمشي كده هل ليه خمسمية وخمسين بالعرض على ألف أن يقرأ الصحف اليومية اللي يقرأ بالطول عنده كامب من برى الجدول تمنمية على ألف من الزكور أو يقرأ الصحف اليومية تعالى نجيب الزكور الأول خمسمية وخمسين على ألف زائد يقرأ الصحف اليومية تمنمية على ألف ناقص تعالى نشوف التقاطع بين الزكور ويقرأ الصحف اليومية هنخذها من جوه الجدول يبقى ربعمية على ألف تعالى نجمع ونطرح يطلع تسعمية وخمسين على ألف اللي عاوز طبعا يعملها خمسة وصحفين من مية واللي فاتت دي 8 من 10 والأولانية 55 من 100 ماشي على السبع كده يسبع رقم أربعة أن يكون من الزكور ويقرأ الصحف اليومية على فكرة هي هي المطلوب الثالث بس الثالث كان أو ودي واه كل اللي هعمله إيه هاخد اللي أنا طرحته الربعمية على ألف يعني أربعة من عشر احتمال أن يكون من الزكور بشرط أن يكون ممن يقرؤون الصحف يبقى هنجيب الزكور ويقرأ الصحف مع بعض هتبقى ربعمية على ألف من جوة الجدول على المعلوم اللي هو بعد كلمة بشرط أنه أنه هو اللي يقرأ الصحف كانوا 800 على ألف اشتب ألف مع ألف يتبقى ربعمية على 800 ثمال أن يكون ممن لا يقرؤون الصحف بشرط أن يكون من الإناس يبقى تعالى نجيب التقاطع بين لا يقرؤون الصحف ومن الإناس هنجيب خمسين على ألف على المعلوم اللي هو بعد بشرط أنه يبقى مين هو المعلوم هو الإناس يبقى الإناس 450 على ألف نشطف ألف مع ألف يتبقى خمسين على ربعمية وخمسين ودي تارين أشان تتمرن على